يستمر الشد والجذب بين الأطراف السياسية فكل طرف مازال يدعو للأمر نفسه إجراء الانتخابات وإنشاء قاعدة دستورية لكن وفق ألية تضمن حضوره ومضمون مختلف تماما عن الآخر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة لم يكتفي مؤخرا بسياغة مسودة قانون الانتخابات بل سلمها إلى اللجنة الوطنية لتنفيذها ضمن خطة عودة الأمانة للشعب لتوسيع دائرة المشاركة وفق قوله معتورا ذلك دليلا قاطعا على نية حكومته إثبات المصدقية في طرح القانون ومسار تنفيذ الانتخابات وكانت اللجنة قد شكلت من قبل رئاسة مجلس الوزراء مكونة من تسعة عشر شخصا من الخبراء وأساتذة القانون لإستلام مسودة قانون الانتخابات والتواصل مع المفوضية العليا والمكونات الشعبية والخبراء والشخصيات الاعتبارية من أجل نشر التوعية بأهمية إجراء الانتخابات عبر تنظيم الندوات وورش العمل وفي مسار موازن ما زال رئيس الحكومة المكلف من النواف فتح بشاغة يجدد تأكيده دخول العاصمة طرابلس سلميا في غضون أيام متحدثا لوكالة رويترز عن اتصالات مباشرة مع نخب سياسية وقادة كتائب وبعض الشخصيات المجتمعية في غرب البلاد واتصالات دولية أخرى عدها مؤشرات على قدرته على توليه المسئولية في العاصمة مقابل عدم قدرة حكومة الدبيبة على العمل خارجها وفق تعبيره ليتمسك بشاغة أيضا مع النواب بخارطة الطريق التي تبقي حكومته وتؤسس للانتخابات دون تحديد تاريخ وهو ما أكده فتح المريم المستشار الأعلامي لعقيل صالح الذي أكد عدم تشكيل أي لجنة وفق مقترح المستشارة الأممية أسوة بمجلس الدولة الذين عقدا شماعات في تونس لم تنجح بعد ولا يعرف مصيرها مسارات سياسية متقاطعة رغم أن وجهة الوصول واحدة فمن إجراء الانتخابات مباشرة إلى مرحلة انتقالية جديدة ليتطور الأمر إلى تنافس حكومتين وتمسك كل طرف بالحل من منظوره